أنا أعتقد أن تلك الشهادات سواء المكتوبة أو المصورة لننسى أن قبل الثورة هناك عشرات الشهادات لكن بعد عام 2011 وبعد كثرة المعتقلين السياسيين هناك أصبح نتاج ثقافي وأدبي وحتى على صعيد الأفلام الوثائقية والتوثيقية توثق لمرحلة كاملة لما جرى في أقبية المخابرات في كل سجون النظام هذه الشهادات المصورة والمكتوبة أنا أعتقد هي وثيقة مهمة سوف تدعم محاكمة الأسد لاحقا أي أن الضحايا في حال هناك جرت قوناة وجودهم بين القواصين أي أتيح لهم أن يرفعوا دعوة أو يقوم دعوة قضائية بحق الأجلس الأمن وبحق النظام أعتقد أنها سوف تؤتي ثمارها ولو أنها على مدى طويل يعني لا يوجد شهادة ليس لها قيمة وأنا هنا بدوري أشكر كل من قام بكتابة وتوثيق ولو صفحة واحدة عن ما جرى معه داخل أقبية المخابرات لأن كلها أولا هي وثائق تدين نظام والأهم هي من أجل أن يعرف الجيل الحالي والأجيال اللاحقة ما حدث في سوريا ولماذا قامت الثورة أي من أجل الحفاظ على رواية رواية الشعب السوري رواية الشعب السوري جزء منها موجود لدى المعتقلين باعتبار أن معظمهم كان له نضال سياسي وأن معظمهم ذاق الويلات في الأقبية لذلك حتى تصل الرواية كاملة للأجيال اللاحقة يجب على كل من يستطيع أن يوثق ما جرى داخل السجون أن يفعل سواء بشكل مكتوب أو بشكل مرئي